الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أخواني في لقاء جديد من لقاءاتنا التي أتحدث فيها عن سنن الله الكونية حديثنا في هذا اليوم عن قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ما معنى فهو حسبه أي كافيه يكفيه كل شيء مهما كاده الناس ومهما حاول الناس أن يوصلوا إليه أنواع الأذى فإن الله عز وجل يكفيه أموره يكفيه جميع شؤونه التي يحتاج إليها كما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده فمن قام بعبودية الله فإن الله يكفيه كل شيء حتى ما أهمه وهذه الآية وإن أريد بها النبي صلى الله عليه وسلم أصالة فهي لكل من قام بعبودية الله قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي يا أيها النبي سيكفيك الله جميع ما تحتاج إليه ولا تحتاج إلى غيره كائنا من كان وهكذا فإن الله سيكون حسب الذين آمنوا أن يكفيهم ما يحتاجون إليه أما التوكل فهو عبادة عظيمة تعني أن تعتمد على الله عز وجل في الأمور كيف لا تعتمد على الله وهو الخالق سبحانه المدبر للكون الرزاق الذي ينفع ويضر ويرفع ويخفض والذي لا راد لما قضى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والتوكل صفة المؤمنين الذين يوقنون بصفات الله عز وجل ويعلمون أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لقد أخبر الله عز وجل أن من اعتمد عليه سبحانه وتعالى فإنه سيتولى جميع شؤونه بلا استثناء وفي مقدمة ذلك أمور الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحة لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا إن التوكل على الله سبحانه وتعالى بأن تسند الأمور إليه جل وعلا لا ينافي أن تفعل الأسباب ففعل الأسباب مأمور به شرعا وليس من العقل ولا من الديانة أن يترك الإنسان فعل السبب لكن إذا كان هناك توكل فإن السبب الضعيف يجعل الله عز وجل له آثارا عظيمة ونتائج كبيرة لأن الله جل وعلا قد تكفل بالقيام بشؤون المتوكلين عليه سبحانه وتعالى إن التوكل على الله أصله أمر قلبي تعتمد على الله عز وجل تبذل السبب في تحقيق مرادك وفي السعي في متطلباتك قليلها وكثيرها وتعلم أن سعيك لن يوصلك إلى النتيجة إلا بتوفيق من الله جل وعلا وتقدير منه سبحانه وبالتالي يبقى قلبك متعلقا بالله جل وعلا وفي نفس الوقت تحسن الظن بالله أنه لن يخيب رجائك وأنه لن يفشل جهدك بل سينجح ما تقوم به من الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فإذا ظننت أن الله سيوفقك وبدلت السبب لذلك فإن الله جل وعلا لن يخيب ظنك فيه متى كنت قائما بالأمور الموصلة إلى ما تسعى إليه إن من الأعمال الصالحة التي ينبغي بالإنسان أن يستحذر التوكل فيها أمور الرزق وأمور طلب المعيشة وهكذا أيضا في أمور قيام الإنسان بطاعة الله عز وجل لن تتمكن من طاعة الله إلا إذا أعانك الله على ذلك ومن هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أن يستعين بالله جل وعلا وأن يتوكل عليه في أمور قيامه قيامه بطاعة رب العزة والجلال فقال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم يعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك وهكذا أيضا في علاقتك مع الآخرين فإن قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يزرع فيها المحبة وقد يجعل فيها البغضاء والكراهية ولذلك إذا سعيت إلى صلاح العلاقة مع الآخرين فابذل السبب وتوكل على الله وأعلم أنك لن تستطيع أن تفعل شيئا إلا بقدر من الله جل وعلا وتيسير منه سبحانه وتعالى وبالتالي ليكن من شأنك أن تتوكل على الله في هذا الباب ليجعل الخلق يقبلون عليك ويرغبون فيما لديك من الخير والدعوة إليه إن الله عز وجل يتصرف في الكون كيف يشاء وهو سبحانه يتصرف في أحوال الناس أفرادا وجماعات ودولا وبالتالي عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بأن تتوكل عليه فيما يتعلق بأعمالك وكما أن هذه القاعدة ومن يتوكل على الله فهو حسبه تكون للأفراد كذلك تكون للجماعات والقبائل والشعوب وتكون للدول ولذلك عليك يا أيها الموظف أن تتوكل على الله في قيامك بعملك فيعتمد قلبك على الله في إنجاح ما تبذله من الأسباب حينئذ سيجعل الله لعملك أثرا ونتيجة تسعد بها في دنياك وفي آخرتك ومن يتوكل على الله فهو حسبه بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير هذا والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم اشتركوا في القناة